موسيقى طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحف والتي نبدأها كالعادة بالعنوين الحوثيون يواجهون ضائقتهم المالية عبر جيوب المستثمرين ومن موقع بي بي سي من بائع متجول في شوارع أثناء إلى أفضل لاعب كرة سلة في العالم ومن أخبارنا المنوعة الطلاق الأغلى في التاريخ رجل أعمال يدفع 35 مليارا للانفصال عن زوجته أهلا بكم يتسلل عدد كبير من اليمنيين إلى دول أفريقية بهدف الهجرة إلى أوروبا عبر البحر أو الصحراء وبحسب مصادر في وزارة الخارجية اليمنية فإن ما يصل إلى الخارجية هو ما يصل إلى السفارات من معلومات عبر السلطات في تلك الدول في حال غرقوا أو ألقي القبض عليهم أو تم التواصل معهم ويعنون موقع المصدر أونلاين الهروب من الموت إلى الموت شباب يمنيون تلتهمهم الصحاري والبحار في رحلة البحث عن أوطان بديلة يقول مصدر في السفارة اليمنية في ليبيا للمصدر أونلاين السفارة رفعت تقريرا إلى الخارجية تفيد فيه بدخول عدد من المواطنين اليمنيين إلى ليبيا بطرق غير شرعية بهدف اللجوء إلى أوروبا وبحسب التقارير فإن الظاهرة ازدادت خلال الأعوام 2016 و 17 و 18 حيث بلغ عدد المهاجرين اليمنيين خلال تلك الأعوام أكثر من 100 مهاجر أعمارهم ما بين 16 عاما و 30 ثم إعادت 55 منهم إلى اليمن عبر منظمة الهجرة الدولية و 6 أشخاص عادوا على حسابهم الخاص و 19 مواطنا نقلوا إلى إيطاليا والنيجر عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتسعة أشخاص هم مسجلون لدى المفوضية رفضوا العودة إلى اليمن وظلوا في مراكز الإيواء تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس وتاجورة على أمل نقلهم لدول أوروبية وقالت مصادر دبلوماسية للموقع أن تسعة شباب يمنيين قبل عامين خططوا للهجرة إلى أوروبا عبر عصابة تهريب في مصر ألقي القبض عليهم في الأسكندرية أما في المغرب تؤكد المصادر دخول العشرات أو عشرات اليمنيين بهدف الهجرة إلى أوروبا كما أن عددا من الطلاب اليمنيين المبتعاتين للدراسة في المغرب يتراوح ما بين 65 إلى 70 طالبا بينهم طالبا واحدا تركوا مقاعد الدراسة وهاجروا إلى أوروبا الدفاع عن الضالع يبدأ بمران تحت هذا العنوان كتب رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر مقاله الذي تنشره بالقيس وقال في جزء من المقال الدفاع عن الضالع وعدن وكل المناطق المحررة يبدأ بتحرير صنعاء وهزيمة الحثيين حتى مران ولهذا فكل المعارك والمطالب الثانوية التي يثيرها البعض في سياق معركتنا لاستعادة الدولة ليست سوى تنكر لقيم سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم وخدمة مجانية للعدو لن يتحقق الأمن في المناطق المحررة بمعزل عن النصر على الحثيين ولن يستقر اليمن ويأمن إلا في ظل الدولة ويحدة القوى الوطنية اليمنية كافة هذه بديهية يجب استيعابها ولكنها لا تؤتي ثمارها بمعزل عن الإيمان بالهوية اليمنية الجامعة باليمن الاتحادي الواحد الموحد والعمل في المرحلة الراهنة تحت سقف الشرعية وبوحدة في الموقف والأهداف مع التحالف العربي بقيادة المملكة وللتذكير فقط فإن ثورة أكتوبر قد انتصرت لتوافق الإدارة الوطنية في الجنوب في التحرر من الاستعمار مع دعم ثورة سبتمبر في الشمال التي شكلت خلفية وطنية استمد منها ثوار الجنوب الدعم والإسناد والعطاء وما كان لجمهورية سبتمبر أن تبقى حتى اليوم لولا مشاركة أبناء الجنوب في دعم بقائها والانتصار لها ولقيمها الوطنية في الحرية والاستقلال ومن المؤكد أننا لن ننتصر بخطاب مناطقي يرفع أعلاماً وأناشيد ولافتات مناطقية ولن نحمي اليمن بمشاريع هزامية فالهويات الوطنية لا تصنع ولا يمكن الحصول عليها معلبة أعيد للوحدة في المحافظات الجنوبية والشرقية قدسيتها التي كانت عليها في البيت والمدرسة والمصنع والمزرعة وفي الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فالوحدة فوق أنها قضيتنا المصيرية فهي تخلق التوازن في حياتنا المادية والروحية وهي أداتنا للعبور نحو المستقبل وحصننا إذا داهمتنا النوائب وهي المنقذ من كل الكوارث من العصبية المذهبية والمناطقية والكرهية التي زرعها البعض في نفوس بعضنا الوحدة طوق النجاة وهي زاد المقاتلين المعنوي وقوة الدفع المجتمعي نحو مخرج مشرف للجميع والقتال من أجلها في الساحل الغربي أو في إب والضالع وفي كل الجبهات شرف لا يضاهيه شرف عندما أتحدث عن أشواقي لأبي تنفجر بداخلي كل المشاعر والحنين لا أعرف توصيف مدى شوقنا إليه يجري حديث بيني وبين نفسي وأنا أرى صورته أقول هل يترى غيرت سنوات الفقد ملامحة؟ هل زاد شعره الأبيض بياضا؟ هذا ما تقوله بنت السياسي محمد قحطان ويعنون موقع الصحوانت فاطمة قحطان بعد أربع سنين أين أبي؟ نخاطب الضمير العالمي وأتضيف ابنة قحطان أربع سنوات ما ذنب أبي؟ تخاطب فاطمة محمد قحطان ضميرا أصم أذنيه عن حنين أسرته وأنتظروا الإجابة ممن يدعون المدافعة عن الإنسانية والحقوق تقول يا صحوانت أربع سنوات تحدثنا صرحنا قمنا بحملات إعلامية نخاطب فيها ضميرا لا يتحرك أو يتأثر تتابع بقولها لو كان خطابنا موجها لحجر أو لحجر لا شعر هذا الحجر بقلوبنا التي تنفطر حزنا طيلة أربع سنوات مرت كجبال على حياتنا التي أصبحت كسراب خالية من الأحاسيس وتتذكر فاطمة عتاب والدها لها حين ترفع صوتها معاتبة أطفالها وتقول عندما أسرخ فوق أطفالي يوقفني عتابه الحنون بالرفق بهم واحتوائهم ذكريات وأيام ومواقف نبكي فيها ذكره تلاحقنا فكيف ننسى من هو روح البيت وعموده أضطر الكثيرون من حملة الشهادات الجامعية باكالاريوس وماجستير ودكتورة إلى العمل في مهن بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم كما تقول صحيفة الأيام وتعنون الصحيفة بائع الليمون معلم في حالمين مثال للواقع المؤلم وتورد الصحيفة قصة أحد المعلمين الذين غيرت الحرب طريقهم وتقول إن المعلم نائف مثنى علي الجعشاني أحد أبناء مدرية حالمين بمحافظة لحج يعد مثالا لمعاناة المعلمين الذين حرموا من أبسط الحقوق المشروعة من قبل كل الحكومات المتعاقبة نائف واحد من المعلمين الذين ضاق بهم الحال فلجأوا إلى البحث عن مصدر ردق آخر يعينهم في الحصول على لقمة عيش كريمة لأفراد أسرهم فوجد من بيع الليمون مهنة للعيش وإن كانت غير مربحة بما يكفي وقالت الصحيفة إن الطلاب يرون معلمهم حاملا بضاعته على ظهره ومتجولا بها في سوق المدينة كل يوم في مشهد يحمل دلالات ورسائل كثيرة عن مأساة المعلم وتابعت الصحيفة هناك واقع مؤلم أفقد المعلم توازنه فوجد نفسه أمام معركة معيشية صعبة خالي اليدين يصارع الحياة من أجل لقمة العيش في بلد لا يحترم فيه المعلم والعلم المقدس ولم تعد تلك الشهائد تجدي نفعا سوى معلومات على أوراق حكومية موجة الانتفاضات الديمقراطية الجديدة تحت هذا العنوان كتب عبد النور بن عنتر في مقاله المشور في صحيفة العرب الجديد على الرغم من الإجهاض الممنهج لانتفاضات الربيع العربي وتحويل معظم بلدانها أشلاء ممزقة ودعم التسلطية في كل الدول العربية فإن الشعوب العربية لم تقل كلمتها الأخيرة لأن عهد الإذعان الاجتماعي قد ول فهذه الشعوب تريد أن تقرر مصيرها مجددا كما قررته بالتخلص من الاستعمار قبل أن تستلب ثورتها وتجتم التسلطية على صدورها وتدفع اليوم التسلطية في السودان والجزائر ثمن هذا الغرور والتعنت فبدل فتح الحقل السياسي فضل عمر البشير مواصلة النهج التسلطي نفسه وسار عبد العزيز بوتفليق على النهج نفسه فكلاهما تبنى نموذج الرئاسة مدى الحياة ولكن رياح المطالب الديمقراطية تجري بما لا تشتهي السفن التسلطية فكلاهما يواجهوا انتفاضة شعبية مصرة على رحيلهما وإذا كان الأول لا يزال يقاوم فإن الثاني استقال بضغط من الجيش إنها موجة جديدة من الانتفاضات الديمقراطية في العالم العربي ومن غير المستبعد أن تكون الأخيرة في المنطقة فحتى الملكيات التي تعتقد أن أنظمتها ليست في مأمن من مثل هذه الموجات فهي أولا لا تعيش في عزلة عن بيئتها العربية كما أن بعضها أصبح عامل أخلال باستقرار دول عربية أخرى وسيأتي اليوم الذي سينقلب فيه السحر على الساحر وفي التاريخ عبرة لمن يتقي تفتش سلطات الحوثيين في الدفاتر القديمة بحثا عن مخرج لمواجهة ضائقتها المالية المترتبة على خسارة إيرادات ميناء الحديدة إذ لجأت الجماعة إلى فتح ملف المتأخرات الضربية بالإضافة إلى توسيع الجباية على اليمنيين خلال الفترة الأخيرة كما تقول صحيفة العرب الجديد في تقرير بعنوان الحوثيون يواجهون ضائقتهم المالية عبر جيوب المستثمرين وزيادة الضرائب يأمل الحوثيون الحصول على مبالغ مالية ضخمة من المتأخرات الضريبية من خلال تسويات مع كبار ومتوسطية العملاء وبدأت بالفعل في تسويات مع المصارف التجارية المحلية وشركات الهاتف النقال وأوضح مسؤول في أحد المصارف التجارية بصنعه حيث يسيطر الحوثيون للعرب الجديد أن اتفاقا وشيكا سيتم مع المصارف المحلية لتسويات عدد كبير من النزاعات الضريبية الموجودة في الدوار القضائية المختلفة وقال المسؤول المصرفي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن سلطات الحوثيين تناقش 1050 ملفا ضريبيا أمام لجان التسويات والطعون وتعمل على التنكيل بالشركات والمصارف وأكد الباحث والمحلل الاقتصادي حسام السعيدي أن جماعة الحوثيين تقوم بشكل مستمر بفرض إتاوات على شركات القطاع الخاص وكل أنشطته وكل أنشطة القطاع الخاص إلى جانب ما تفرضه من ضرائب وجمارك إضافية وبمسميات مختلفة مما دفع عدد من الشركات إلى مغادرة العاصمة صنعاء بات منظر الأطفال العاملين سمة من سمات شوارع صنعاء وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية كما تقول صحيفة الشرق الأوسط والتي عنوانت عمالة الأطفال في صنعاء تنتعش بسبب النزوح والفساد وأرجع بعض ذوي أولئك الأطفال الذين تتحدث معهم الشرق الأوسط سبب زيادة عدد الأطفال الباعة في الشوارع إلى ارتفاع عدد النازحين من الحرب والفساد الذي جثم على مفاصل الأجهزة التي انتهت تحت إدارة الحوثيين وكغيرهم من البساطين البايعين على الأصفة والمتجولين يتعرض الأطفال في شوارع صنعاء لبطش وابتزاز ومضايقات ميليشي الحوثي عبر قيامها بحملات ترغمهم على دفع مبالغ مالية كإتاوات تحت أسماء عدة أبرزها المجهود الحربية تتحدث الصحافة الفرنسية حول مقتل طفلين داخل مدرستهما بهمدان صنعاء وقالت صحيفة لوفيغارو في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس عثر طفل على قنبلة وأحضرها إلى مدرسة الفتح في منطقة همدان في صنعاء ليريها أصدقاء لكنها انفجرت وتراوح عمر الضحايا من 12 إلى 14 عاما وقالت جولييت تومة مسؤولة الاتصالات في اليونسيف في الشرق الأوسط من المرجح جدا كما رأينا في سوريا والعراق وأماكن أخرى أن يستمر قتل الأطفال حتى عندما يسود بعض الهدوء أو يقل العنف وتتابع الصحفية تتمزق اليمن جراء الحرب الدموية بين الحكومة والمتمردين الحوثيين وقد تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية عام 2015 لمساعدة الحكومة على وخف تقدم المتمردين الذين استولوا على مناطق شاسعة بما في ذلك العاصمة صنعا عندما يتوسل الطغاء تحت هذا العنوان كتب خليل العناني مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا لو كان مبارك قد استجاب لمطالب الإصلاح السياسي التي بدأت في الظهور والارتفاع أوائل الألفية الجديدة لم انتهى به الحال مكروها مذموما ومسجونا وذلك بعد ثلاثة عقود قضاها في السلطة ولو كان بن علي قد استمع لندئات شعبه ونخبه بالتغيير لما هرب من بلاده بعد أيام من خروج المظاهرات في الشوارع والميادين ولو حافظ العقيد الليبي معمر القذافي على إنجازه هكذا يصورونه بإلغاء النظام الملكي السنوسي في ليبيا أواخر الستينيات لما قتله أبناء شعبه ومثلوا بجثته ودفنوها سرا في مكان مجهول ولو توقف الرئيس اليمني المخلوع لعبد الله صالح عن حياله وألاعيبه للالتفاف على مطالب شعبه خصوصا الشباب ولم ينقلب على حلفائه لما حملت جثته بعد قتله في عربة مهترئة ولما عثر عليه بين الجبال ولكنه خمر السلطة الذي يتوه العقل ويذهب الفكر صحيح أن بعض الطغاة فلتوا من عقاب شعوبهم ولكنهم سجلوا أسماءهم في الكتاب الأسود للتاريخ ويتم الاستشهاد بسيرتهم ليس للاقتداء وإنما لأخذ العذة والعبرة أما المدهش حقا فهو إصرار بعض الطغاة المبتدئين والمتمارسين على السير في الطريق نفسها التي أهلكت من سبقوهم فتجدهم يحاولون بكل الطرق استغفال شعوبهم أو هكذا يظنون من أجل البقاء في السلطة سواء عبر القمع والقتل أو من خلال التلاعب بالقانون والانقلاب على الدستور من أجل تمديد فترات الرئاسة والبقاء في السلطة وذلك مثل ما يفعل الآن النظام الحاكم في مصر أو أن يقوم بتدمير بلدانهم وتمزيق مجتمعاتهم استكبارا وعيناتا مثل ما فعل ولا يزال الرئيس السوري بشار الأسد أو أن يقسم بلدانهم وأشعوبهم هروبا من استحقاق التغيير ومطالبه مثل ما يفعل الرئيس السوداني عمر البشير وهم بسذاجتهم يعتقدون أن الوقت في صالحهم وأن القوة التي يتحصلون بها لن تنتهي وأن الدعم الذي يحصلون عليه من الخارج لن ينفذ كان كسب المال صعبا وفي بعض الأحيان كان يضطر هو وأخوه لارتداء نفس الحذاء أثناء اللعب اليوم يمتلك أنتيتو كومبرومبو حذاء كرة سلة ماركا نايك يحمل اسمه الوحش اليوناني الأثني المولود لمهاجرين بلا أوراق موثقة أصبح نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA هكذا تتحدث شبكة البي بي سي عن قصة لاعب غيرت كرة السلة حياته وعنون موقع الشبكة من بائع متجول في شوارع أثناء إلى أفضل لاعب كرة سلة في العالم ويروي اللاعب قصة معاناته اعتدنا على بيع نظارات وساعات يده ثم بعد ذلك أقدمنا على بيع استوانات مدمجة وأقراص فيديو رقمية كانت أفضل وكنت يتحدث عن نفت كنت أفضل بائع متجول وكان معنى أن نبيع شيئا في يوم ما هو أننا سنؤمن طعاما في ذلك اليوم وعلى الرغم من مولده في اليونان لم يكن يحق له الحصول على الجنسية وظل حتى عامه الثامن عشر بلا هوية ذلك أنه لم يكن يحمل أيضا أوراق نجيرية ومن أجل تحسين عمله دمج ولديه في المجتمع اليوناني سماهما شارلز بأسماء يونانية يانس وثاناسيس وشجعهما على لعب كرة السلة كهواية وحرفة محتملة وشبل ولدان عن الطوق بسرعة يلعبا لعبا تحظى بشعبية كبيرة في اليونان وبدأ يانس اللاعب عام 2007 ولم تكت تنضي أربعة عوام حتى وجده مكتشفو المواهب في دور كرة السلة الأمريكي وانتشلوه من نادي يوناني درجة ثانية لم تكن صالت ألعابه الرياضية تحتوي على تدفئة مركزية ولم يساخنة ولم يقبل اللاعب عرض نادي ميلوكو باكس إلا بعد الحصول على ضمانات بأن عائلته ستتمكن من اللحاق به في الولايات المتحدة وكانت رحلته إلى أمريكا هي الأولى له خارج اليونان على الإطلاق ويتذكر اللاعب قائلا أخي وأنا أجهجنا بالبكاء عندما أعلن اسمي في الحفل إذ علمنا أن حياتنا قد تغيرت في تلك اللحظة ومنذ الآن فصاعدا ينتظر عائلتنا مستقبل أفضل وفي الأخبار المنوعة التي نطالعها في صحافة اليوم ما نشرته الصحافة العالمية عن أغلى طلاق في العالم حيث تعانوا صحيفة القدس العربي الطلاق الأغلى في التاريخ بيزوس يدفع 35 مليار للانفصال عن زوجته فقالت الصحيفة إن جيف بيزوس صاحب شركة أمازون وزوجته ماكينزي توصل إلى اتفاق للطلاق هو الأغلى في التاريخ ويدفع بمجبه أغنى رجل في العالم 35 مليار دولار وستحتفظ ماكينزي لنفسها بحصة 4% من أسهم شركة أمازون التي أسسها بيزوس قبل 25 عاما وتفيد الصحيفة عاش الزوجان معا منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي وانجبها أربعة أبناء وتعتبر أمازون واحدة من أقوى مواقع المبيعات على شبكة الأنترنت وبلغ حجم مبيعاتها العام الماضي نحو 232 مليار دولار وقد ساهمت الشركة في تضخم ثروة بيزوس وأسرته منذ أسسها عام 1994 لتصبح أكثر من 131 مليار دولار أما الزوجة فهي مؤلفة وروائية ناجحة ولها روايتان منشورتان حيث تعلمت فن القصة في جامعة برينستون على يد توني ميرسون الفائزة بجائزة نوبل من أكثر من 20 بلدا حول العالم اجتمع الأدباء ليكتبوا بطريقة أكثر التصاقا بالطبيعة بحيث يكتب كل واحد منهم نصوصه وسط الطبيعة ويكمل عملا أدبيا أو يختم آخر قبل عرضه للنقاش مجموعة من الصور للأدباء الذين جمعتهم لحظة الكتابة في جولتنا المصورة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن لرسمي الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث ترجمة نانسي قنقر وبهذه الرسومة الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء